أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز توجه الحكومة الأردنية لفتح كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية بالكامل مع العالم وقال الرزاز خلال جولة في مطار الملك علياء الدولي الذي بدأ الثلاثاء الماضي باستقبال الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة إن فتح هذه المعابر أتى بعد تحقيق المتطلبات والإجراءات الوقائية فيها مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لفتح مركز حدود جابر مع سوريا ومن جهته قال وزير النقلي خالد سيف أنه تم تحديد مسار مخصص في المطار للقادمين إلى المملكة من الدول الخضراء ومسار آخر للقادمين من الدول الصفراء والحمراء وبيّن سيف أنه جرى تزويد المطار بجميع الأجهزة الطبية من ماسحات حرارية ومختبرات إضافة إلى تأمين الإرشادات الصحية والوقائية في جميع المرافق